أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم من عن عدوهم وانصر ولهم وقتدهم 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 يا الله يا الله كان الكلام سابقا في الباب الثاني من أبواب علم المنطق مثل ما تعرفون علم المنطق هو عبارة عن ستة أبواب مدخل ثم الباب الأول هو مباحة الألفاظ ثم الباب الثاني مباحة الكل ثم الباب الثالث التعريف ويلحق به القسمة تلحق بالتعريف القسمة كيفية تقسيم المفاهيم الكلية انتهي الكلام في الباب الثاني الباب الأول والباب الثاني تهي الكلام وصلنا بحمد الله وصلنا بحمد الله إلى الباب الثالث من أبواب علم المنطق الباب الثالث من أبواب علم المنطق اللي هو التعريف لأنه قلنا سابقا أن غاية الجزء الأول هو التعريف غاية الجزء الأول يعلم الطالب كيف يعرف الأشياء تعريفا صحيحا شون يعرف هالأشياء تعريف صحيحا فلذلك يعطينا مقدمات معينة إلى أن نستطيع تعريف الأشياء تعريف صحيح دقيق منتظم خالي من الخطأ والشكر نعم أول مقدمة يطرحها المصنف أول مقدمة في هذا الباب نريد أن نسأل نحن عندما ندخل في باب معين نعرف علوان ذلك الباب مثلا مباحث الكل فنسأل هذا السؤال ما هو تعريف الكل مباحث الكل والجزء ما هو تعريف الكل ما هو تعريف الجزء أو الأبواب التي ستأتي مثلا مباحث الاستدلال ما هو تعريف الاستدلال مباحث القياس ما هو تعريف القياس مباحث التمثيل ما هو تعريف التمثيل وهكذا فالآن نحن دخلنا في باب جديد وهو الباب الثالث من أبواب علم المنطق وهو التعريف نقدر نسأل ما هو تعريف التعريف نقدر نسأل هذا المصطلح اللي هو التعريف إلي تعريف معين لو ما إلي تعريف معين ما يكون الجواب التعريف هو مفهوم بديه وكل مفهوم بديه غني عن التعريف بعد الأشياء البديه لازم أنا أعرفها وأوضحها لو ما يحتاج لها إيضاحة هي واضحة توضيح الواضحات من أصحب المشكلات هي واضحة أساسا فما يحتاج لها بعد إيضاحة أو تعريف أو ما شاكل ذلك هسا شخص يجي يقول لك مفهوم الباب مفهوم الشباك مفهوم الجدار مفهوم السجادة تعال عرف لي مفهوم الباب هو ماضح جداً ما يحتاج التعريف هذا الشيء بديه مفهوم الشباك مفهوم السجادة مفهوم الجدار هذه أشياء واضحة فلا يحتاج لتعريف معين كذلك التعريف التعريف واضح جداً ما يحتاج لتعريف هو تعريف كيف نعرف التعريف المعين الكلام واضح زين السؤال الثاني ما هي الوظيفة التي يقوم بها التعريف هذا التعريف لا بد أن تكون له وظيفة معينة ما هي الوظيفة التي يقوم بها التعريف الجواب الجواب التعريف يحلل أجزاء الشيء تحليلاً ذهنياً التعريف يأتي إلى هذا الشيء مثلاً عندما يأتي إلى مفهوم الإنسان يحاول يحلل تحليل عقلي لا قلبه لا أكثر واضح؟ يحلل إلى أجزاء معينة فإذا التعريف له وظيفة معينة وهذه الوظيفة المعينة هي تحليل الشيء إلى أجزائه لكن هذا التعليل الشيء إلى أجزائه لا يكون إلا في بعض الأمور وفي جميع الأمور شون يعني؟ يعني هناك أمور بديهية وهناك أمور مفاهيم نظرية فعمل التعريف أساساً وين راح يكون؟ وين راح يكون؟ راح يحلل المفهوم النظري إلى أجزائه ما يحلل المفهوم البديهي لأن المفهوم البديهي ما لأجزاء المفهوم البديهي وهو بسيط لا أجزاء لهم المفهوم البديهي المفهوم الجدار المفهوم الباب هاي أشياء واضحة جداً ما إلها أجزاء حتى يحللها تحليل عقلي الأجزاء راح تكون وين؟ بالأمور النظرية ما دام هذا أمر نظري هذا مية بالمية أنه له أجزاء فيحللوا إلى أجزائه الكلام ما أضح لهم واضح ومن هنا ينقسم التعريف هاي النقطة الثالثة إلى قسمين تعريف لفظي وتعريف حقيقي شنو الفرق بينناتين هاي لازم نثبتها احنا حتى إذا انتقلنا إلى مطلب جديد نحاول أنه خلينا ركيزة نعتمد ونعول ونستند عليها يقول أما التعريف اللفظي هو إبدال هو التعريف الذي يبدل هذه اللفظة بلفظة أخرى لا أقل ولا أكثر وهو لا يوجد مفهوما جديدا مفهوم ذهني جديد شوف الآن عندما أسأل ما هو الإنسان شكون الجواب بشر ما هو الأسد ليث واضح ما هو الفرس حصان أكواية قرآنية تقول وطلح منضود فأيجي السؤال يقول ما هو الطلح الموز شوف الآن أنا جاي أبدل لفظة بلفظة جاي أبدل لفظة بلفظة هذا التعريف لا يوجد مفهوما ذهنيا جديدا فلذلك هذه التعريف اللفظية تحاول تبدل لفظة بلفظة ما لها علاقة بمن تحليل الشيء إلى أجزائه أو التحليل العقلي ومن أهم خصائص التعريف اللفظية هذا مفيد ترى هذا المبحث مفيد من أهم خصائص التعريف اللفظية أنها لا توجد مفهوما جديدا بالذين المفهوم ثابت شوف ما هو الطلح موز المفهوم موجود الصور الذينية موجودة وعدنا القسم الثاني اللي هي التعاريف الحقيقية التعاريف الحقيقية لا أولا تحليل الشيء إلى أجزائه ما هو الأسد راح تحليل علم إلى حيوان وإلى زائر ما هو الغزال حيوان ضاغم وهكذا ما هو الماء سائلون عديم اللون والطعم والراحة وما شاكل ذلك فإذا التعاريف الحقيقية تحلل تحلل المفهوم الذيني إلى أجزائه هذا واحد ثانياً توجد مفهوم جديد في الذهن جاء تلاحظ مفهوم ذهني جديد فصار اليوم عندنا شنو؟ أولاً أن التعريف لا يوجد له تعريف ثانياً عرفنا وظيفة التعريف ثالثاً أخسام التعريف هايكا مقدمة للدخول في هذا الباب والحمد لله رب العالمين